عشان أحب نفسي وعشان أحس بقيمة نفسي بيقال دايماً أنه لازم يكون في معنى لوجودي لازم أحس أن أنا بعمل حاجة لازم أحس أن وجودي ده لي أهمية إزاي أحس بده؟ ويعني إيه يكون لها معنى؟ ويعني إيه يكون لها أهمية؟ يعني إيه معنى الكلام اللي احنا بنسمعه ده؟ معنى أن أنا يكون لحياتي معنى أن أنا أول حاجة طبعاً بيبدأ الموضوع أن أنا أستكشف النسخة الأفضل من نفسي إجابة السؤال ده الحقيقة محتاجة أن نحن نوضح بعض الأمور عشان نعرف نوصل للإجابة هو العلم بشكل عام لما يتكلم عن المعنى عن المعنى من الحياة قال إيه؟ قال إن المعنى عبارة عن ثلاث أنواع من المعنى حلو في معنى أو في نوع النوع الأول من المعنى حاجة اسمها سيتيويشنال ميننج أو المعنى الموقفي النوع الثاني اسمه إجزيستنشال ميننج أو المعنى الوجودي النوع الثالث وده يعتبر أهمهم على الإطلاق اللي هو المعنى لألتمت ميننج أو المعنى اللانهائي يعني إيه الكلام ده؟ يعني عشان خاطر حياتي تكون حية لها معنى لازم أستكشف الثلاث مستويات أو الثلاث أنواع من المعنى اللي احنا تكلمنا عليهم إيه النوع الأول؟ اللي هو السيتيويشنال ميننج أو المعنى الموقفي يعني إيه السيتيويشنال ميننج؟ إن أنا أفهم وأدرك هو الأحداث اللي أنا مرد بها في حياتي دي حصلت ليه؟ وإيه المعنى من وراها؟ وإيه الحكمة من وراها؟ وإيه الرسالة اللي الحياة عايزة تقولها لي؟ ليه بقى؟ لأنه أثبت علمياً إن المعنى الموقفي غالباً بيكون متكرر المعنى الموقفي بيكون متكرر بيكون متكرر أقولك يعني مثلاً على سبيل المثال أنا مرد بحدث ألف وحدث بي وحدث جيم وحدث دال تبدو في ظاهر الأحداث دي تبدو في ظاهرها أحداث مختلفة ومتنوعة لكن في حقيقة الأمر العلم أثبت أن الحاجات دي كلها فيه حاجات مكررة أو متشابهة ما بينها لما الإنسان بينجح وبيقدر يطلع العنصر المكرر والمتشابه ما بين المعنى من ورا الأحداث المختلفة دي بيقدر يوصل للمعنى الموقفي اللي الحياة بتشاور له عليه أكيد هو هيكون جزء منه وهيتكرر معاه في كل المواقف أنه هو اللي بيتصرف هو نفس الشخصية اللي بيتعرض لكل المواقف أياً ما كانت هيئ نوعيتها فبقدر أوصل للحكمة أو للمعنى من ورا اللي حصل ليه حصل إيه الحكمة من وراه ولينا تصرفت كده في الموقف ده ده بيفرق ولا ما بيفرقش بيفرق طبعاً لما يكون عندي قدر من السلفة أو إرنس أو من الوعي بذاتي فده الجزء الأول من المعنى أو اللي الأول أو الممط الأول أو النوع الأول النوع الثاني اللي هو الإجزيستانشال مينيج إيه المقصود بالإجزيستانشال مينيج اللي هو المعنى الوجودي وهنا بقى لنا هنا وقفة مهمة قوي المعنى الوجودي ده بيقول أن كل بني آدم جي الدنيا عشان خاطر يقوم بغرض أو بدور أو برسالة أو جيل هدف فوجود أو المعنى الوجودي الأستاذة رانيا موجودة في الدنيا عشان تقوم بدور معين لكن إبراهيم موجود في الدنيا عشان يقوم بدور مختلف وما ينفعش الأدوار تتشابه مفهوم لأن لو دور إبراهيم تشابه مع دور رانيا ما جايتش بقى جات رانيا كلنا خلينا بإبراهيم وخلاص فإذا فما بقاش لوجود إبراهيم أو رانيا معنى آه بالزبط فمعنى وجود حضرتك أو المعنى الوجودي لحضرتك يعني كامن في اختلافه عشان كده يعني دكتور فيكتور فرانكل اللي هو مؤسس مدرسة اللوجو ثيرابي أو العلاج بالمعنى بيقول إن المعنى من حيات كل بني آدم في منطهى العمق وفي منطهى الخصوصية صحيح فده بيخلق حاجة اسمها مبدأ أو ده عشان كده يعني ده عمل مبدأ اسمه The individualization of meaning أو التفرد بالمعنى دور والمعنى والغرض والرسالة والهدف لوجود رانيا أو إبراهيم أو X أو Y أو Z هو غير مكرر فبالتالي رانيا لو ما قمتش زي البصمة كده زي ما بنقول كده زي البصمة زي البصمة ودي بيسميها بصمة النفسة أو بصمة الروح صحيح زي ما بصمة الصبع غير مكررة بصمة الروح كمان ما بتتكررش وبصمة العين غير مكررة طبعا وبصمة الروح لا تكرر طبعا طبعا فازاي الإنسان يقدر يوصل للمعنى الوجودي من وجودي أنا ويني أنا إيه دوري إرسلت إيه هدفي طبعا